المشروع سيغطي 85% من مدينة بغداد يعني يمر على جميع المستشفيات الحكومية والخاص كما تفضلت جنابك في بداية الحلقة قلت ساحة الأندلس تغطي خمسة مستشفيات هناك مجموعة من الدوائر الحكومية هناك فنادق، هناك أسواق، هناك محاكم أيضا سيمر المسارات جميعا ستغطي جميع الجامعات الموجودة أهليا كانت أو حكومية سيغطي جميع المراقد الدينية اللي يريد يوصل بالكاظم بسلامه يوصل من جميع مناطق بغداد لأن هذه المسارات متداخلة فيما بعضها وأيضا تنتقل من مسار إلى مسار بسهولة اللي يريد يزور عبدالقادر القيلاني، أبو حنيفة، الكنيسة في الكرادة، الكنائس الأخرى في الشورجة جميع هذه المناطق يشملها مسارات القطار اللي يريد يروح مول، اللي يريد يروح للشورجة، اللي يريد يروح الجميلة اللي يريد يروح للكاظمية، اللي يريد يروح للدورة والعلاوي واللي يريد يروح للبيع كل هذه المناطق سيشملها مسار القطار هي ليست فقط 14 محطة كما ذكر إنما هي 64 محطة 64 محطة؟ نعم 64 محطة تغطي بغداد بالكامل وهذا الكلام تم تصميمه بأحدث الطرق وتم مراعاة كبار السن يصعدون بالقطار بسهولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من أخواننا وأهلنا يصعدون بالسهولة بدون حتى مساعدة المرأة الحامل تجلس في عربة النساء المرأة المرضعة تجلس في عربة النساء الكبار السن يجلسون في مواقعهم المخصصة